أشهد عدد من أصحاب الشركات البحرينية والموظفين البحرينيين بالدور الذي يلعبه صندوق العمل تمكين في تطوير مسارات التوظيف ودعم الشركات البحرينية كما أشهد أصحاب الشركات البحرينية والموظفون بدور تمكين في مساندتها لتوظيف المواطنين وتأهيلهم بالتدريب والتطوير المهني ليكونوا دائما الخيار في سوق العمل الزميل يحيى العمري زار عددا من الشركات المستفيدة وعدى بالتقرير التالي برامج الدعم المتنوعة التي قدمها ولا يزال صندوق العمل تمكين لشركات القطاع الخاص في مملكة البحرين بتوجيهات من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين حققت الهدف المنشود منها في إتاحة أكبر قدر من الفرص الوظيفية النوعية أمام المواطن البحرين هي ساهمت تمكين أن الشركات الخاصة صار عندها فرصة أن نتوظف بحرينين أكثر لأنها وفرت برامج للدعم غيرها الشيء حتى في زيادة الأجور هذا البرنامج ساهمت شركات وايد وفعت أجور البحرينيين غيرها الأشياء التي وفرت فرص في كل شركة وفي كل قطاع عندها موجود أنها تقدر حين توظف موظفين التي تحتاجهم من البحرينيين عادة في البحرين لا يكون فيه فني كمبيوتر بحرينيين بس بسبب البرامج التي وفرتها تمكين قدرنا نوظف عدد كبير من الفنيين البحرينيين ونأسس مركز صيانة خاص بتصليح قطاع الإلكترونيات والكمبيوترات فهي الشيء ساعدنا أن نركز على توظيف أكبر عدد ممكن من البحرينيين المتخصصين في هذا المجال سعيد أنه واحد من البحرينيين لاستفادة من برامج تمكين لدعم الشركات البحرينية في القطاع الخاص وهي الشيء ساعد أن نتطور وظيفيا إلى مناصب قيادية ونتمنى من باقي الشركات أن نتفيد من هاي البرامج لتطوير كل الشباب البحريني الشركات البحرينية التي استفادت من برامج الدعم لأكثر من 32 ألف مواطن بحريني أشادت بنوعية البرامج التي قدمها الصندوق ودورها في دعم إجور الموظفين الجدد علاوة على برامج التطور في الفرص الوظيفية التي باتت رافدا للشركات في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التوظيف والتطور الوظيفية أنصح المشاريع والشركات أنهم ينتهزون هذه الفرصة في برامج دعم تمكين أولاً لأننا واجبنا اتجاه المجتمع أن نحن نحدم البطالة ثانياً لأنني أشوف في الموظف البحريني المثال يحتدى به في الإخلاص في العمل والأمانة فإحنا حالياً مو بس نحتاج سواعد الموظف إحنا نحتاج قلب الموظف لأن اللي شفته حالياً في البحرينيين إن قلبهم على الشغل ويخافون عن المشروع كأنه مشروعهم وأحب أشكر تمكين لأنه من خلال هذه البرامج ساعدتنا أننا نحن نحد من البطالة ونستقطب هذه الفئة من الشباب طبعاً بسبب برامج دعمل توفرها تمكين للموظفات البحرينية قدرت شركتنا أن يتوفر أكبر عدد فرص للموظف فرص التوظيف البحرينيين ما ساهم أن شركتنا تولي اهتمامها للموظف البحريني ويكون هو الواجهة الرئيسية في الشركة وقدرت أن تسوي بيئة عمل تخلي الموظف يستخدم المواهب اللي عنده اللي ممكن تناسب مع معطيات العمل عندنا وخلت جميع أقسام الشركة تعمل كعائلة واحدة مع اختلاف جميع الأقسام يعني ما هي من تفايا قسم تشتغل لأنك المعائلة واحدة نحو 7090 مؤسسة بحرينية استفادت من حزم الدعم التي قدمها صندوق العمل تمكين والتي عملت على دعم شركات القطاع الخاص من خلال المنح المشتركة والتسهيلات التمويلية ودعم المؤسسات الناشئة والقائمة جميعها ساهمت بشكل فاعل في رفض الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين دور محوري يلعبه صندوق العمل تمكين في دعم وتشجيع شركات القطاع الخاص في مملكة البحرين لتعمل دائما على توظيف المواطن البحريني وجعله الخيار الأول من خلال تدريبه ودعم أجوره وإتاحة الفرص الدائمة لتطوره في القطاع الخاص يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر